توقع المعهد الوطني لرزد الجوي ظهور خلايا رعدية مساء اليوم مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة على ولايات الشمال والوسط وضف المعهد في خريطة يقظة حول تطور الوضع الجوي في البلاد أن ولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وجندوبة والكاف وسليانة والمناستير والمهدية والقيروانة وسيدي بوزيد وقفصة وباجة وسوسة معنية بهذه التغيرات الجوية ولاحظ المعهد أن الوضع الجوي سيكون كذلك ملائما لنزول البرد وحدوث سواعق بأماكن محدودة علما وأنه سيتم تسجيل رياح قوية تتجاوز سرعتها 80 كم في الساعة عند ظهور السحب الرعدية